اشتركوا في القناة 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 وانت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله اشتركوا في القناة 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 رجال قال يعني أني أنا مجهز لخوض معركة في العتاد وكل شيء لذلك في مثل يضرب قديما يقال كله راس وفيه باس فيه مثلك وفيها أحسن منك وفيها أقل لكن أنت الموضوع ذا اللي في هذا الوقت الراهن يجبرك للانتحار الله أعلم خسرته ونجحت ما هو أنا كأني عارف بس بلاش أقول يعني ما هي الحاجة أقول لها أنا عارف يعني بدون أحرجك أنت بتنتحر لمن قلوها قال أولا كهل العرف أعدو سراي قبل أنه يدعس واخذ الحاذر والحيا الرقط طويل الزانا جبني معناه جدا جدا معناه حتى في لفظه جميل لكن معناه وصل نقطة جوهرية وهذا يكاد يكون معناها لفظهرية ترى لاشد لو طول أنه مهشري على افتراش ما هو بنصر إلا لقى الصيدة يطيح وجاناها كان لاشد لو طول أنه مأسري على افتراش ما هو بنصر إلا لقى الصيدة يطيح وجاناها كان لاشد لو طول أنه مأسري على افتراش ما هو بنصر إلا لقى الصيدة يطيح وجاناها كان لاشد لو طول أنه مأسري على افتراش أنا حسيب أنك رحت في مهمة ترفع للتباس أنا حسيب أنك رحت في مهمة ترفع للتباس طبعا الخنسة صحابية رضي الله عنها وفقدت إخوانها ورثتهم بالمراثي هنا أحسي أني أصابت جوهر المعنى لب المعنى لب المعنى لب المعنى في الخنسة وإخوانها شف هنا يقول الحية رقطة طويلة لسانها ونقول الخنسة وإخوانها اللفظ مختلف هنا حية حيوانة عز الله من يسمع وهناك صحابية أجلها الله رضي الله عنها المعنى واحد هنا الرمزيات هنا الرمزيات خلو وإن أنت يا ذيبا ذي عيابا ما سمعنا لك حساس صوتك ما عادي حرك ذي دان من مرحانا صوتك ما عادي حركتك تي دان من مرحانا وإن أنت يا ذيبا ذي عيابا ما سمعنا لك حساس صوتك ما عادي حركتك تي دان من مرحانا أبيت وزعاد تعزي بوت إخوانها وفقد إخوانها والتباس وأخوانها بمضمون الكلمة المضمون الشمولي ننشد لأنه لما يقول الأسد سريعي لفتراس نقول طيب وين أنت؟ صوتك ما عادي حركتك الذي دان من مرحانا فالأمور خلاص صارت يعني أنت مفروض إذا الصوت ذيب ولا الصوت أسد مستحيل أنه يعدي مجانا قلب اللي بتجفل والذي بتجفل بيصير في حركة لكن إحنا الآن وصلنا قريب على الدرجات الأولى من خوض معركة ولا صار هناك تتيج تجميع أو تكوين شيء لم يكن هناك لم يكن مسبق فيما قبل مثلا تبدأ مشروعك وبعد منك تعلن عن مشروعك فيتيك من يجبرك على عادة الهيكل أبعد عن الأرض الوخم وأقرب من الأرض المساس وأطوح بصوت يرد البل على حيرانها رديت أقول لها أبعد عن الأرض الوخم وأقرب من الأرض المساس وأطوح بصوت يرد البل على حيرانها هنا الفلسفة البدوية في اللفظة تكلم في اللفظة المعنى ما قدر أصريك أطوح بصوت يرد البل على حيرانها ما جبت يا ميحد حمد غار غنيت خمس الحواس أنت جبت لك شيء وحيد والشيء الوحيد هذا احتمال نجاحها وعدم نجاحها هو حاجة هذه اللي أنت جبتها وكانه يقول يعني يمكن تموت في مولدها مشكورة ما قصرت بأشياء مقيفان مع محمد السناني كلها عامة دائماً جيد هو القاف هذا وقاف مميز يعطيه نسبة نجاح من الثمانين للتسعين في المئة استمتعنا بمحراب كائف بين الشعرين محمد السناني وصفة رد غير اللي كان فيه مد وجزر وحبك وسبك لعبيات قوية جداً كفعونا ورخونا وضغتوهونا أنا أعتقد أن هذه المحاورة من المحاورات الانتقائية الجميلة جداً فيها الصخرية تقدر تقول وهذا السلوب من أسالي بن حاورة يمنى كما هي قصيرة جعلها ما يتعقع الله أكبر البدعة جميلة جداً واللحن جديد أكيد البيت هذا استفزي اللحن جميلة جداً اللحن جميلة جداً اللحن جميلة جداً اللي أثبت وجوده حتى الشاعر اللي مهوب الحماسي إذا لعب مع مرهب صار حماسي مرهب بالقومي الشاعر الشرس أحياناً الشاعر يضطر أنه يجاري الشاعر على المعنى نفسه ويحتاج أنه ينقض البيت بسلوب الشاعر اللي فات لنا البيت اللي دبله أنا عازمي شابة وطروقي شابة شايب وصوته ما حين يسمعه أنا هنا رمزية لسن فهد من الشعراء الكبار كذا بس تفزه في البيت بس فقط تطلعاتي عن طروقي مع كامل الحليلي إن شاء الله أنا موفق كامل شاعر مبدع نعودكم إن شاء الله بالعلوم الطيبة هالليلة على بابك سكرتية وحجاب وحيتعلوم ما هي عربية فيها نبرة للجيل الجديد علشان يكون عندهم وعي شوي ويكون عندهم اهتمام بتراث العباء والإجداد اللي هو المحاورة ولازم أهجمهم يعني البيت هذي يكون صعق الكهربائي له يدور له خاوي ما نيخاوي لازم أن أوجه العبد العزيز علشان يحس أنه عنده شي خطأ وأنا أعاتب على شي خطأ اللي هو أنه ما يفهم المحاورة مثلاً أو أنه من جيل يمثل النجيل الجديد الذي لا يمثل المحاورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالنسبة لمنعبة الليلة إن شاء الله مرهب البقومي لا تامن مفاجآته حتى في آخر الطروق كيف حالك يا أبو بطال؟ خير الله عافيك أمورك زيانة الله يسلم كيف حالك؟ جاء من الدير أجل الله أجل أنا أبو بطال وشي مجهز لنا؟ والله أنا مطول عن الحلوم معك وظهرنا آخر ما تقابلنا قبل سنتين لا لا مثل ما قال مرزوق أنا من شابة حرار يلا الله والتالي الصوفة الليلة ما شاء الله تبارك الرحمن والميدان حامل الوطيس الله الله وشي مجهز لنا إن شاء الله؟ الليلة الشعار ما له معدر الصوفة 4040 الصوفة جاهزة نقوم متوكل علىه؟ توقنا على الله يلا بسم الله مرهب من الشباب اللي لهم طابع خاص بس إذا نزل في ملعبة كامل برضو كامل يعني برضو من الجيل الأخير هذية وكلهم ما شاء الله تبارك الله وإن شاء الله نسمع قاف بينهم ونسمع إن شاء الله معاني جيدة ونقاش حلو بس ننتظر بداية الطاروق وإن شاء الله تيسلموا بسم الله 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 أحذرت ركاياك من فوق ظلعين دقاق أرتك علاماتنا ظلعين مثل ظلعات ربا الرمزية لشعراء الساحة يعني لا ترتكيل على واحد الكفور خلوها أحزم حزامك وميدان الأصايا لسباق يقول بيتها الأول باسم الله أبدأ بيتها عادي يعني بيت طلاقي الملعبة ولا ما في شيء واضح ورديت علىه بنفس الأسلوب تقريبا أحزم حزامك وميدان الأصايا لسباق أذكر شما نصير يلي ما تصلينا فقع حبي تذكرك يلي نوب ما تنتبه حبي تلك الكركي يلي نوب ما تنتبه والبرش منصير يلي ما تصلينا فقع بيتها الثاني فيه كلام يعني بيوردت عليه أني أذكر أن فيه جبل تربة وأيضا عندنا جبل شمنصير حبي تذكر أحيانا قلت لها أحيانا أنت ما تنتبه كوره عقد القرانب تدى ونهايت باطله والشيخ برواز عقود داخل المكتبه والشيخ مرواز عقود داخل المكتبة حقنا القرى نبتها ولايته بطار والشيخ مرواز عقود داخل المكتبة أكيد أنا أتكلم عن أحزاب بعض الأحزاب ناجح و بعض الأحزاب فاشد تشفيجي خلوة جديد بالنسبة لبيت الثالثة والرابع التي فيها عقد القران حول الملعب هم الملعب هو الشعراء وتنافر الشعراء بعضهم بعض والالتقاء تشفيجي خلوة جديد حول الملعب حول الملعب لقةار المنزل حول الملعب حول الملعب ملعب حول الملعب حول الملعب ودول النياق هنا الله مجري هنا فقط أربع انياء المجري الراعي اللي فقط من دوده أربع انياء تقول راعي وأقول إنه العين رقبه أكيد هذا حول معنى أنا ما تعدينه تقول أربع وأقول الله أعلم هي أنا هذه رمزية للموضوع اللي كنت أنا طارحه عاد العدد انزاد والنقص العلم عند الله سبحانه وتعالى وتقول راعي وأقول إنه العين رقبه بنت الهوى ما تفكر فيه بنت الهوى ما تفكر فيه وصالوا فراق ما فيه واحد يوعدها ويجاب طلبه ما فيه واحد يوعدها ويجاب طلبه تلك الهوى ما تفكر فيه وصالوا فراق ما فيه واحد يوعدها ويجاب طلبه هذا توصيف للملعبه وحالها والشعراء مع الملعبه وفيها أخذوا عطر ما فيه واحد يوعدها ويجاب طلبه ضد مرهب ما نتفق أنا وياه في الملعبه نتفق شعراء المحاورة دائما على الثوابت مثلا الدين والوطنة والثوابت هذا اللي نتفق عليها أما الأشياء الثانية لازم يكون فيه تمثيل رأي ورأي آخر أما الأشياء يوعد لك بدون سك ما يصلح محامي يلي معهم فكر معاق يفتح في مهمار ما هو فاتح قرطبه لا يصلح محامي يلي معهم فاتح قرطبه لا يصلح محامي يلي معهم فاتح قرطبه مرهب مشا بعد شربكم بمر الميذاق يرهب خصومه ولن تبقادر ترهبه يرهب خصومه ولن تبقادر ترهبه يرهب شباعد شرقهم بصرانه يرهب خصومه ولن تبقادر ترهبه هذا بيت رد على بيت كامل لأن بيت كامل فيه رمزية وفيه حق الموضوع المائي الشراسة المطلوبة في المحاورة أكيد أكيد البيت هذا استفزني الشراسة اسلوب الاستمرارية عليه جيدة تتنفع الشاعر كإثارات وامور هذه ولكن انها متعب الاسلوب هذا ترهب جدا ترهب خصومه ولن تبقادر ترهبه أنا معلي عهدهم ينحفظ ما يبقع البيت هذا بنفس معنى البيت اللي قبله ما يحتبي الواحد يشرح مرضاني هلوها يمنى كما هي قصيرة جعلها ما يتعقع لكن سكينها ما تقطع الحاب حابه أنا ما ذميت يدها أنا أقوله ما هي قصيرة ولكن سكينها تقدر تقوله ما تقطع الحاب حابه فيها سخرية تقدر تقوله هذا اسلوب من أسالي بنحاوله هلوها لا تقطع الحاب حابه اللي اتفقنا بعضكم ينقضى الاتفاق البيت اللي أولت هزا رمزية من كامل يعني فيها تقليل حق شخصي أنا يا غيري واستفزني البيت وردت عليها بمثل الرد نفس سلوبه أنا أقصد هنا بعض الشعراء يعدون يخلفون من هالكلام وموعيد أصلاً ليلتزمون بها قلة سواء من شعراء أو من غيرهم من فوق سبعين شداد وتحت سبعين طيباق ما تقدر تقابل السيف الحدبخ شبه يا السلام حلوة التركيمة حلوة والله أنا حلو بدنا على حق الحم خلوها لا بارك الله في صف يجيهن شيقاق الله يا لا يتصدرك علبه معالبه لا بارك الله في صف يجيهن شيقاق أقصد إليتك ما تكلمت بكلام هذا هذا ردنا على بيته اللي يقول يا عنك نقص الثقة يثري على الموهب بارك الله في صف يجيهن شيقاق بعض السوالي في تصلح من خلاف الرواق احسب حسابك ترك اليوم ما تحسبه بعض السوالي في تصلح من خلاف الرواق بيض الله وجيهكم وجمل الله حالكم وشكرا نشوفكم على خير تجربتي الليلة الأمانة ملعبة ناجحة وأصفوف تطرب وأجواء شعرية استمتعنا بالطروق هذا ولحن جديد وغنوها صوف الصوتة بالشكل الجيد والله يوفقهم جميعاً المحاورة كانت بين مرهب وكامل صراحة كانت جميلة جداً البحراف طيب وأبدعوا الحقيقة للشعار أبدعوا صراحة كل واحد لعثاني يعني جاء بينهم ندية حلوة وجميلة جداً وأمتعونا الحقيقة والفضل جاء فيها نقض وفتر جميل الحمدين إذا هاجمني الليلة الموقف يحكم نحن أنا شاعر عيني دلكل رأسني عيني دلكل حاوك يستغز حلول وبسروا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة عبدالله الغامدي شاعر مشاغب فوضوي له سلوبها الخاص وشاعر مميز كثيرا الرجل هذا يجد العرض ويجد القلط من الشعر اللي لامعين في الساحة يعني اني هجومي نعم اني هجومي والهجومة خير من الدفع فكل شيء ترى ولو انك تفكر حتى في الحياة الذاتية الهجوم خير من الدفع فكل شيء ولكن انا بسقيتي اني اهاجم بعض الناس والله لا هجوم ولا دفع قالي واحد حرك ميت هذه نعم مدنيه التمريرات انا اعتبرها سلاح فاشف اول شيء انك تمرر على زميرك ولا هذا ولا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ملغشنا ليسوا منه اول شيء طروق الليلة معش ديد انا لقي ليس ولا قيت لارضا شديد ولا غير انا قيت لارضا جمهوري انا لقيتش ديد لقمتن سهله تجاوزتها ولقيت اللقمتن صعبة تسويدها شديد الرياحي شاعر قديم شاعر مزاج شاعر متمكن لكنه ينقطع ياثر على الشاعر جميل النفس هو جميل المعشق شديد الرياحي شاعر مرح مرح لا تتعلمني ايه ابا اديرك من مين ويسار ليلة عرب وشوفين دربك من نسبة لي انا العم حوارات اغلبها ينزل والسبب من الجهة المقابلة لي انا مقدر ولا جامل على الهون انا را يقلم مقدر ولا جامل على الهون يعني ما حد يهيني عزى زرارك ولد عمك يزره وعزى زرارك ولد عمك يزره لانه يمدح ولد عمه يستاولون كله المحاورة مباراة ولا فيها عيب هاتي هاتي ولا حد يزعر من الحد كله نحسب الفرصة التي يجيه عبدالغامدي عندي سلوب له كثير اني مشه على المعنى اللي انا بغاه والله بمشي معه وبشبع ان شاء الله اذا هاجمني الليلة الموقف يحكم من احد ان كانه والله اتعدى حده والله ماني بضعي في اللحة ابابتك رفسي يجيه الله بسرق الاب الخير الله مسيك من نوم كيف الحال فلون العيال والربع والله بشك بخشان واش واقعك مع شعر المحاورة الايام الأخيرة الايام الأخيرة والله ناويكم يبو ناوينا انت بالعمر ذا ليه ليه مات عبدالله وتتوب لله سبحانه لا الله يهديك العمر مهو محدد والموهبة مهو محددة وودي اردك موحدة العراسة بردعه وانت عانك في نص الطريقة بردك من تفانك رده من تسانا يجيث منه ايه كل الراتعي من تسانا يجينا من المرأ يا شديد الرياحي انت شاعر ملوك وحنة انت رزق الله لا تخش معه تاخذ منه وتاخذ منه انذا الحين تبغى العيشة ولا تغش شعر العيشة مدورة والشعر الهلة انت مالك معي للشعر عندك تلعب الحمعين انت والله يمكننا لعب معي ممكنكم منه شعر شعر بس نعتبرها عقوق لانك من خواري ما وديها سوي معك انا والله بعد عندي مشكلة انت اللحم والدم اللي بيننا والله انه بعد لكن انطعتني تلع عندي شطحات والله اني احنك منها والطيبين كلهم شطحات ما تقلب السنة مرة لا تعرضها لا تشطح الا على وقتها وانجي شطحك عشر شطحات كفوا والله يا عزر كفوا يا ربو فهد جاهز جاهز وقوم يلا الملعب مرة مرة حبيبي يلا ما نحن كذلك يلا جاهز يلا ما عزر يعزه 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 أعزه يعزه يلا لا 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 يا سلام يا سلام موسيقى أريد محرافك أنا أتوقع كل هذا وشديد والغامض لهم تواجد الساحة بشكل مسلم أنا أسلم على من؟ أسلم على المشاهدي لأن القناديهم يشاهدونها الكثير من أحبهر يتابعوننا من يجاينه أمدح أحد معي أنا ما نبتلع عبدالله ما خصف عبدالله ما قلت عبدالله معناه أقول أنت رجال شاعر عرضه وليش تجي تلعب معنا مع هورا شلوه كل طيب لي يا جنة الميوى وقف رصيد والمواق كيف تدعينا ويحينا لها والمواق كيف تدعينا ويحينا لها كل طيب لي يا جنة الميوى وقف رصيد والمواق كيف تدعينا ويحينا لها مرحبا بصبوب اللي تشيل القصيد ردتين كان نهدى الله وفين جالا ردتين كان نهدى الله وفين جالا مرحبا بصبوب اللي تشيل القصيد ليه مرحبتش ديد أصبح لحنا في مهرجان عام ولا يحتاج إلى سلام ولا ترحيب خش الموضوع الدقلي وانا لقيت المدخل ذا زين وصوف تستاهل الترحيب مرحبت الله مهم من الشعار القدامة قدلته طلع قريب ورجال شاعر زير بعد ما بشاعر محارة فأقول زين علاقتك مع الشعار مع العلميين علشان تاخذ مكاناتك المحاورة رحب صفوفه شاعر أنا أقول إنه رحب الشاعر الشاعر ترك الشاعر هذه أيضا منها من نكاء الشعراء وتمريلاتهم ممكن يبغى يستغز مرحبا بصبوب اللي تشيل يا شديد ليا من جنهار شديد ما تعز المواقف غير برجالها ما تعز المواقف غير برجالها يا شديد ليا من جنهار شديد يعني شوف الشي الجميلة الآن إنه اشتقل اشتقل مفردا من اسم الشاعر يعني بيتي هذا طلعمر كذا صار فيه مهرقان دولة إحنا في مهرقان دولة ما أنا في حفلات عادية يعني ما تعز المواقف غير برجالها بشعار الرموز اللي يعرفون السبك الحك يا شديد ليا من جنهار شديد من يصاحب معلم يستفيد ويفيد يعني أنا من ضمن المعلمين والشعار المجودين والنقات يعني يستفيد منهم وندعينك فيهم شوفهم يعلمونك إذا سمعت منهم يسمعوا منك يعني هل هم يتنازعون قيادة المحرابة الآن كل واحد يكون قائدا هو يريد أن يبنيه ويسير على مجرات وانترى جلن جنوبي ما تعرف القصيد حاولي نكت حدد منه الحالة حاولي نكت حدد منه الحالة وانترى جلن جنوبي ما تعرف القصيد يما تصير شاعر عرضة يما تصير شاعر ينوب المحاولة قصيد لكن أنا أبغاي يختص في حاجة واحدة على شاني بدعيها أنا شاعر عينيد الكل رأس عينيد ما رحى لتكي يالعود يرفالها ما رحى لتكي يالعود يرفالها وانا شاعر عينيد الكل رأس عيني ما رحى لتكي يالعود يرفالها وانا شاعر عينيد الكل رأس عيني القاف يكون سلس واخذوا عطوا معناه فلكن القاف لما كان شديد وجاء البيت اللي شدة حتى صفوف تحمس وحتى الجمهور يتحمس فلازم تكيب شي يعني ما هو انك يا تطلع مرة هجوم وانا شاعر عيني 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 قلت ايوا القزيرة بلادي لها تحطني في القنوب في قزو معين ايوا القزيرة بلادي عيش تماني وحيد كان لك حيت الليل تحتاها سوانا في القنوب ولا في نو كل فنون القزيرة اعتبرها فن لي يعني ليش أنحصر على العرضة ولا على القلطة ولا على السامري ولا على أي فن كل المال ملكة اعتبر مثل المال ملكة كلها وحطني في جزو بعين وأنا عممت الموضوع السلام عليكم الآل عبدالله بن سويل مأكد على اللحمة الوطنية وانت راجل انت ريد وربي يا اللي يريد عندنا حملة ما ظن تشتعلها عندنا حملة ما ظن تشتعلها الشعرين كلهم مجيدين وكل واحد يريد أن ينتزع القاف في طرد نعم صح عندنا حملة ما ظن تشتعلها وعتبرني شي بي الخالد ابن الواليد العلاقة ما ودينا قطع حبالا والعلاقة ما ودينا قطع حبالا وعدبر يجليه خالد بالأولي يقولوا العلاقة ما نبغى نقطع حبالا لأنه عاني لي أنا من خوالة فانت رتزع عني طيرك يعني أنا خالك وهذا مجرد ندار وان كان بي يبان يسر بأنها مشكلة السابجة طلع يدها كانت أبغى الكلام المعتبار ولا كيد ما تشاء للحمول الله على جمالها ما تشاء للحمول الله على جمالها كانت أبغى الكلام المعتبار لأنه يقول عندي حمد لأنه يقول عندي حمد لأنه يقول عندي حمد كالقصير بالعصامة تعيد بعدها دور الغترتك وقالها كالقصير بالعصامة تعيد يعني القصير ما بعد قالتك لو قلتك مكمعات ينظم لك حفلات ولاية بس اني لحد الآن تخليكم مع الكوكب لا حدني هو هو يبي همشني قدام الناس هو ما ذكر لي ميديوينها خلوها أعرف نخل أم التمر و أم القريد و أعرف الحمضة لها كثرة أشكالها و أعرف الحمضة لها كثرة أشكالها و أعرف أخلاهم لتمر و أم القريد الشيء اللي يفيدك كشاعر ضرب تمثل على أنه مفيد و الحمضة الله محذبها أنت يا عبد الله لا تسير حمضة الله و بعدين أكرهك شو ما نقول كنت فيه فيه ناس مفيدين و بيحترمهم و أنت حمضة الله ما أنا بيحترمك أيضا مرة أخرى يستدعون المعجم و القاموس الشعري من البيئة المحيطة بها نعم الحمضة الله و غيرها و العرف الحمضة لها كثرة أشكالها حلوها و عرف الحمضة لهم التمر و أم القريد والقصة يريعرف الرجل ما هو بليد مرتك مسرعة و زريت تصحالها يقول للقصير يعرف الرجل اللي هو أنا ما هو بريد لأنه حرش قصير عليه ومرتك بسرعه وزرعت أسحاله عطيتك كم معنى ماهتمت فيه هجمت عليه بدون تردع لكلامي والقصير يعرف الرجل اللي هو بريد ما بيقال لأنت يا جندي بثمر عقيد بعض الأفكار فعل الله ولا بعض الأفكار فعل الله ولا ما بيقال لأنت يا جندي بثمر عقيد هذه لها لي فيها معرب وأحسن أن يحتفظ بها نفسي ما بيقال لأنت يا جندي بثمر عقيد كان طيع تلقى الصير مت وانت شهيد وانعصي تلقى الصير روح تتابر وانعصي تلقى الصير مت وانت شهيد حلول وابسروا أنت وأنت شهيد وانعصي تلقى الصير روح تتابر وانت ما رضعي أنت مر ضعيف ومر جاهل مريد كلمة تذبتك ما توسع صدر عقال وانت ما رضعي كلمة تذبتك ما توسع صدر عقال كلمة تذبتك ما توسع صدر عقال كلمة تذبتك لا تذبتك كلمة تذبتك هذا التلحب خلوها ميت الله بجيهكم رائم استوى شديد أدى اللي عليه القاف نجح الصالح كل الصالح شديد فأنا أقول لا الصالحي ولا الصالح شديد للشعر والجموع نجاح القاف انتهى الطاروق اتسم بالأخذ والعطابين الشعيرين كانوا يتنازعون قيادية القاف في بدايته لتبدأ بعدها النقائض كما يقولون الشعراء نعم لاحظنا أيضا جزالة الألفاظ بين الشاعرين وتمكنهم في صناعة المفردة الشعرية يعطيهم العافية تستطيع مواجهة الشعراء والأخذ والعطاء معها بأكبر ذخيرة لديك ومن حظي ورجل طاح حظه وش نسوي له عندها نزع التحدي والله عنده عنده نزع التحدي طبية هذا فيها اعتزاز وفيها تفاخر وفوق ذلك ثقة الشعر لا يتم إلا باستحضار الأدوات كلها أنا لله من ضيع حرامه واش أسوي له بيتي ما كان تجاوز بيت ثامر كان تفاعر معه موسيقى أنا أتوقع راح تكون محاورة بارية النسي تزمك معه على فراد لا تزعل عليها تراجد انت كيف تنسي اسمي وانا الرئيس أحبير انقطعنا على الساحة عن زملاء ومتهمنا أننا متكثرين يقولوا سويتكو أحزاب الله أني معذرك لو كانت عيونك كيف إذا لا تقولوني مزاج الجمهور أو مزاج الناس أو الناس أنه يخليك تقول كلام ما إليه بدايتي في خدمة الموروث من صغري والدي رحمة الله عليه كان يسجل الحفلات صوتيا أنا ما أحرص على السن قدر ما أحرص على الإثقان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر